موسيقى بشاهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحما بكم نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية بعث فخامة الرئيس عبدالرب منصرهادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى نظيره رئيس جمهورية بوركينا فاسو روش مارك كابوري هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وعرب رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني بهذه المناسبة الوطنية متمنيا لفخامته أطيب التمنيات بالصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية بوركينا فاسو الصديق التقدم والازتهار بعث فخامة الرئيس عبدالرب منصرهادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى ناصر بن أحمد ناصر الفضلي وكافة أفراد أسرة آل الفضلي في وفاة والده المناظل أحمد بن ناصر الفضلي والذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالتضحية والنضال والعطاء وأشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية والعملية خلال مشوار حياته وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا الموصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وصل بسلامة الله وحفظه فخامة الرئيس عبدرب منصورهادي رئيس الجمهورية إلى الرياض قادما من كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية بعد استكمال إجرائه فحوصاته الطبية المعتادة بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على مواقفهم التاريخية ودعمهما لليمن واليمنيين في شتى المجالات العسكرية والتنموية والسياسية والاقتصادية وقال إن الذكرى الرابعة للبيعة هي ذكرى أربع سنوات من النجدة الأخوية للأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جوار شرعية أبناء الشعب اليمني في محنتهم الحالية التي تسببت بها ميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن هذه المواقف الأخوية الأصيلة التي عهدها الليمنيون من أشقائهم في المملكة ستظل محط تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصرهادي رئيس الجمهورية وسيدون التاريخ هذه المواقف الأخوية الصادقة والتضحيات الجسيمة التي قدمت على تراب بلادنا الطاهر قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إن الحرية هي القيمة الوحيدة التي تستحق التضحية والقتال من أجلها فلا قيمة لأي شيء من دون حرية وهو ما ناضل من أجلها أباؤنا في الثورات في السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من نوفمبر وهذا ما نقاتل عليه جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الخطابي والفني الذي أقامته وزارة التربية والتعليم لتكريم أوائل الثنوية العامة في المحافظات للعام الدراسي 2017-2018 بحضور عدد من وزراء الحكومة والنواب ومجموعة من قيادات وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية وشخصيات اجتماعية وتربوية وقال رئيس الوزراء إن الحديث مع أبنائنا حديث من القلب إلى القلب وأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء الحكومة ونائب رئيس الوزراء والحاضرين نبارك لكم هذا التفوق وثقوا أن الحكومة والقيادة السياسية ستقف إلى جانبكم لتحقيق أمانيكم وأضاف أنتم تمثلون لنا الضوء في هذا الليل الحالك بعيدا عن رواسب وأحقاد الماضي وصراعة الحاضر أنتم تمثلون اليمن كما ينبغي أن يكون فلا تدعوا شيئا يلوث هذا النقاء ونوه الدكتور معين أن الحرية والمواطنة هي التي وفرت الفرص المتساوية لكل أبنائنا من صعد إلى المهرة لكي يتنافسوا ويكون لهم الحق في الحصول على المراتب الأولى وقال كما تنافستم لكي تحصلوا على المراتب الأولى نريدكم أن تتنافسوا ليكون وطنكم هو الأول فلا تدعوا سقفا لطموحاتكم إلا بأن يكون وطنكم في مصاف الدول الأولى لدينا وطن يتسع لكل أحلامكم مضيفا الجهل هو أساس وبذرة الحرب الأولى لكننا لن نستسلم ولن نترك أجيالنا دون تعليم فالأمل لوقف الحرب والاقتتال هو بالعلم ولفت إلى أنه في وسط هذه الحرب هناك من يقاتل على المصالح وهناك من يقاتل على النفوذ وهناك من يقاتل على الثروة مؤكدا على أن الثروة الوحيدة هي في العقول في عقولكم وعقول أبنائنا أنتم تمثلون النخبة والخطاب نوجهه أيضا للآلاف في البيوت من زملائكم الطلبة من جانبه أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس أن تكريم أوائل الجمهورية في هذا اليوم هو تكريم لكل الطلاب وأحياؤنا له للعام الثاني على التوالي دليل على استمرار العملية التربوية والتعليمية بوتيرة عالية وقال لا ننسى ما تعانيه العملية التربوية والتعليمية في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية فقد ظهر قبل أيام معدودة فيديو صادم ظهر معلما حوثيا وهو يتفاخر بتدريب مجموعة من الأطفال على القتال بهدف إعدادهم وإرسالهم لجبهات القتال وهذه الحادثة لم تكن الأولى سبقها توجيه بما يسمى بوزير التعليم المعين من قبل الميليشيات المدعو يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات والذي وجه مدري مكاتب التربية والتعليم بفرض شعار الصرخة التابع للميليشيات في الطابور الصباحي في المدارس لإضافة إلى دعوة صريحة من قبل ما يسمى بوزير الشباب والرياضة لدى الانقلابيين حسن المدعو حسن زيد بإيقاف التعليم وإرسال الطلاب ومعلميهم إلى الجبهات وأشار لملس إلى أن الوزارة تعتزم على تمهين التعليم حتى يصبح التعليم مهنة لا يمارسها المعلم إلا برخصة وذلك لشرف المهنة ولجدارتها ولضمان حق الأفراد في توفير معلمين أكفاء لأبنائهم ولتحديث وتطوير مستوى المعلم ولمواكبته لما يستجد في حقل التربية والتعليم من نماذج ونظريات أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السويد الدكتور عبدالله العليمي أن المرجعيات الثلاث ثوابت لا تراجع عنها أو انتقاص منها وقال في تغريدات نشرها في حسابه على تويتر إن الوفد الحكومي لمشاورات السويد يبحث عن حلول ثابتة وعملية قابلة للتطبيق على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وعودة مؤسسات الدولة وأوضح نائب رئيس الوفد المفاوض أن الانقلاب هو جذر المشكلة وأساسها وبانتهائه وأثاره ستعود العملية الانتقالية إلى مسارها الطبيعي وسيشترك اليمنيون بكل تنوعاتهم في صناعة المستقبل وأضاف أن سلاح الميليشيات المنفلت خارج الدولة هو الذي يعيق المستقبل وأشار إلى أن التقدم في ملف المعتقلين والأسر مشجع وقال إن الفريق الحكومي ينظر إلى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم حتى وإن تجاهلوا وجع مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز وأكد أن الوفد لديه أمل كبير في أن تنجح جولة المشاورات في التخفيف من معاناة اليمنيين ولذلك نتعامل بحرص على الدفع قدما بإحراز تقدم حتى لا يفقد أبناء الشعب اليمني الأمل بالسلام وذكر العالمي أن الفريق الحكومي يعمل بروح مسؤولة للتعاطي بإيجابية في الملفات المطروحة وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية واستشعارا للمسؤولية وللدول الصديقة والرعية دور إيجابي مشكور في هذا الجانب وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبدلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث وفريقه في تيسير هذه المشاورات قدم فريق المختطفين والأسرى والمخفيين قصرا في الوفد الحكومي المفاوض قوائم المعتقلين والمختطفين والمخفيين بحسب الكشوفات الأولية والتي بلغت ثمانية آلاف ومائتي اسم وستظل القوائم مفتوحة لتشمل أي قوائم لاحقة وشملت القوائم كافة المعتقلين الذين وصلت أسماؤهم إلى لجنة الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم كشوفات معتقلية طائفة البهائية وعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وإي معتقل يمني تضرر من ميليشيات الحوثية الانقلابية وأكد فريق المختطفين والأسرى أن موضوع تبادل أسرى الحرب بالمختطفين المدنيين هو في حد ذاته إخلال بميزان العدالة ويعد تنازلا واضحا من قبل وفد الحكومة الذي فضل أن ينظر إلى المسألة من الزاوية الإنسانية حرصا على إنقاذ الأبرياء من الزنازين والمعتقلات التي يتلقون فيها صنوفا من الأذى النفسي والتعذيب الجسدي وتقدم وفد الحكومة الشرعية بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيات بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين اليمنيين حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب ولضمان إطلاق الميليشيات الأسماء ثم العودة لاعتقالهم أو اعتقال أقربائهم أو اعتقال بدائل لهم وطالب الفريق الحكومي أن يتضمن الاتفاق الإفراج عن الصحفيين وعدم تقييد حريات الصحافة والصحفيين وإيقاف حجب المواقع الإخبارية وإعادة مقرات الصحف والقنوات والإذاعات التي تمت مصادرتها عقب الإنقلاب وشدد الفريق على ضرورة عودة منظمات المجتمع المدني لممارسة نشاطها وإتاحة الفرصة لها لتعمل بحرية كاملة وضمان حرية التنقل ووصل عدد المختطفين والمخفيين قصرا الذين يتواجدون واحتجزوا في سجون الميليشيات الحوثية خلال الأربعة الأعوام الماضية إلى ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسين مختطفا ومخفيا قصريا لا يزال منهم أكثر من ثمانية ألاف يقبعون في السجون والزنازين وأماكن احتجاز مجهولة التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب منصور العوج في العاصمة الأردنية عمان المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في الشرق الأوسط بني كالتوني كالوتي وجرى خلال اللقاء بحث مشاريع المنظمة في بلادنا ومنها مشروع الخدمات المتكاملة المدعوم من البنك الدولي بمبلغ مئة وخمسين مليون دولار ومشروع الطاقة الشمسية البالغ تكلفته خمسين مليون دولار وكذا خطة مشاريع العام القادم الفين وتسعة عشر وتطرق اللقاء إلى مناقشة الأولويات المتعلقة بمشاريع البنى التحتية ورؤية الحكومة حول مشاريع التنمية وتشجيع المشاريع الصغيرة التي ستوفر العديد من فرص العمل إضافة إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تدفق نقدي لمشاريع التنمية من قبل المانحين وفي اللقاء أشهد الوزير العوج بدور المنظمات العاملة في بلادنا في مجال التنموي والإنساني مؤكدان استعداد الحكومة تسهيل عمل المنظمات وتدليل الصعوبات التي قد تواجه مشاريعها التنموية والإغاثية تحت شعار الحق في السلام العادل من أجل أطفالنا نظمت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة اليونسيف ورشة عمل التوعية بحقوق الطفل في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لليوم العالمي لحقوق الإنسان وفي حفل افتتاح الورشة أكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر أهمية الورشة لتوعية بحقوق الطفل في إطار فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان مؤكدا حرص وزارته في السعي لاستصدار قرار بمنع تجنيد الأطفال في اليمن وفي القريب العاجل وقال سنمضي قدما لمنع تجنيد الأطفال وسنحاول إشعال شمعة في النفق المظلم الذي تسببت فيه ميليشيات الحوثي وانقلابها على الشرعية في البلاد والذي أدى إلى إشعال الحرب التي ما زلنا وفي كل يوم نعاني آثارها في حصد الكثير من ضحايا الأطفال وجدد وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر حرص الحكومة في تحقيق السلام الدائم والشامل والمبني على المرجعيات الثلاث مشيرا إلى بروز دور منظمة اليونسيف في مجال رعاية حقوق الأطفال في بلادنا من بين كثير من المنظمات الدولية من جانبه أوضح مدير مكتب اليونسيف بعدان الدكتور سيف الدين نمر نشاط المنظمة في مجال رعاية وحماية حقوق أطفال اليمن مؤكدا أن المرحلة تستدعي تضافر جهود الفرقاء والمجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن وكانت الطفلة نور عماد قد ألقت كلمة الأطفال المشاركين في الورشة دعية باسم كل أطفال بلادنا إلى تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن فيما ألقت رصين ياسين كلمة المجتمع المدني استعرضت فيها أنشطة منظمات المجتمع المدني في مجال حماية الطفولة وحقهم في الحصول على شهادة الميلاد والجنسية وفي التعبير والعيش الكريم قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد طيار ركن الترك المالكي إن التحالف يبذل جهودا حثيثة لإنجاح المشاورات اليمنية من خلال تهيئة الأراء الأراضي المناسبة والمعطيات للأطراف كافة إلى جانب دعمه للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفث واستعرض المالكي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي عقده في العاصمة السعودية الرياض سير العمليات العسكرية لقوات الجيش الوطني والتحالف العربي في الداخل اليمني وأكد الجهود الإنسانية التي تبذلها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين وأشر إلى أن الجيش الوطني مسنودا بالتحالف يواصل العمليات الاعتراضية لهجوم الميليشيات في المحاور كافة حيث قام في محور باقم بتنفيذ عملية هجومية على مركز مدرية باقم إلى جانب تحرير مركز مدرية كتاف وجبل المساوح وجبل المقور في محور البقع وكذا تحرير الملاحظ باتجاه جبل مران وأضاف أنه مع استمرار العمليات الاعتراضية للجيش باتجاه جبل الصخرة تقوم قوات الجيش اليمني بمساندة التحالف في محور حيران بحجة بعمليات إعادة الاستقرار في القرى والمدن المحررة محررة مواصلة عملياتها لتطهير بقية المدريات وفي المحافظة وتطرق المالكي لعمليات الجيش الوطني في محافظته الجوف والضالع والخسائر التي تكبدتها الميليشيات في الأرواح والعتاد مشيرا إلى أن الجيش الوطني تمكن في جبهة الحكوم بمحافظة تعز من استهداف مخزن الأسلحة والذخائر على مرتفع الخضر واستعرض المالكي عددا من العمليات التي جرى خلالها استهداف وتدمير عدة مواقع وعناصر تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية وفي الشأن الإنساني أوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت خلال الفترة من السادس والعشرين من مارس الفين وخمسة عشر حتى العاشر من ديسمبر الفين وثمانية عشر خمسة عشر خمسة الفين وثمانية عشر ثلاثين ألف أربعمية وثلاثة عشر تصريحا لجميع المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني مشيرا إلى أن عدد تصريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بالداخل اليمني خلال الفترة من الثالث حتى العاشر من ديسمبر الجاري بلغ مائتين وثمانية وثمانين تصريحا قال المتحدث باسم الجيش الوطني العميد عبد مجلي أن الميليشيات الحوثية استغلت مشاورات السويد لنقل معدات ثقيلة شملت المدفعية والمدرعات لمختلف الجبهات الرئيسية أضاف مجلي أن هذه التحركات إشارة حول عدم جدية الميليشيات الحوثية في تسليم المدينة بشكل سلمي خصوصا بعد شروعها في حفر أنفاق وتفخيخ منازل المواطنين وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية وتقطيع المدينة إلى مربعات مع نشر السواتر الترابية وأكد أن الجيش الوطني رصد تحركات زوارق مفخخة قرب شواطئ الساحل الغربي خلال الأيام الثلاثة الماضية للقيام بأعمال تخريبية في المياه الإقليمية من خلال استهداف السفن التجارية وجرت تعامل معها بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية وقيل أن تصعيد الميليشيات يهدف لإجهاض المشاورات التي تجري في السويد بأي شكل من الأشكال مضيفا أن تصعيد شمل الجبهات الرئيسية التي يفرض الجيش الوطني سيطرته عليها ومنها نهم وباقم ودمت والحديدة والضالع وأشار العميد مجلي إلى أن الجيش الوطني يعمل بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لتهيئة الأجواء لإنجاح مشاورات السلام وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار أخبار الميدان تمكنت قوات الجيش الوطني من تأمين عدد من القرى في مركز مدرية باقم شمال محافظة صعدة بعد صدها لمحاولة تسلل للميليشيات الحوثية وإفشالها لسلسلة من الاستفزازات والانتهاكات للهدنة المفترضة من أجل إفساح المجال لإنجاح مشاورات السويد هذا وقد تقدمت قوات الجيش الوطني في مواقع بحصن باقم وأجبرت الميليشيات الحوثية الإرهابية على التراجع بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العدة والعتاد أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيات الحوثية الإنقلابية في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي أسفل جبل الحريوة في شعب المهجور وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح في ذات السياق أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة استطلاعية للميليشيات بمنطقة موريس وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية كانت تحلق بأجواء منخفضة على معسكرات الجيش الواقعة بموريس تمكنت قوات الجيش الوطني من صد محاولة تسلل للميليشيات الحوثية بمدرية الزاهر بمحافظة البيضاء وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني صدت محاولة تسلل للميليشيات باتجاه غول القبر بمدرية الزاهر وأضرمت النار بمواقع تتمركز فيه الميليشيات بحنكة بارع المصادر أفادت بمصرع أحد عناصر الميليشيات بالموقع المستهدف وسقوط عدد من الجرحاء ختام النشرة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة